مجلس الشورى عقد مجلس الشورى جلسته الاعتيادية برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس حيث واصل المجلس مناقشته لتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة ابتداء من المادة السابع عشر التي تهدف إلى وضع شروط التزام السفن باشتراطات السلامة واستمرار وجودها والتفتيش عليها وأداء الرسم المقرر لشهادات والوثائق وغيرها وبعد نقاش مستفيد لمواد مشروع القانون قرر المجلس أخذ الموافقة على مشروع القانون بعد أن تستكمل لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس تقريرها بشأن المادة المعادة إليها في الجلسة السابقة من مشروع القانون بعدها انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين حيث وافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون وذلك لتحقق الغاية المرجوة منه من خلال النصوص النافذة بما لا يكون معه ثمة مبرر للتعديل المقترح ثم ناقش المجلس تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل قانون الطفل الذي وافق على جواز نظره كون التعديلات جاءت في مصلحة الطفل وقرر إحالته إلى الحكومة الموقرة تمهيدا لوضعه في صيغة مشروع بقانون